السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله نبتدي النهاردة في الباور سيريز يا سادة. اللي احنا كنا قلنا مرة لفترة نحن نبتدي بها ان شاء الله. باور سيريز دي حضراتكو اخدتوها في اعداد ان شاء الله اللي هو كانت تيلور مكلورن سيريز. بس خلونا نشوفها بقى في الكمبلكس ان شاء الله. هي اللي هي الباور سيريز بتهتم الحقيقة باجاد كنت الدالة عند نقطة معينة بس على صورة متسلسلة. اللي قدامنا دي هي الباور سيريز. اللي هي سيجما من ان تساو سفر الى مالا نهاية الان في زدنا الزد نود والسن. الزد نود دي اللي هي السنتر بتاع المتسلسلة. يعني بنفك حولها هذه النقطة. فدي بتبقى الان هتشوفها كمان شوية اللي هي وما تبقى الزد نود بصفر بتدينا متلورن سيريز. يعني دي هي تيلور سيريز ودي هي الباور سيريز. اذا فكناها بتدي اي نود زائد اي واحد في زدنا الزد نود. اي اثنين في زدنا الزد نود تربيع وهكذا. الان دي هي قيمة الدل اف و اف زد عند زد نود. دي هي مشتقة الدل على مضروب واحد عند زد نود ده. مشتقة الدل المرة المشتقة التانية عند مضروب اثنين. هنشوف الكلام ده موجود في الصفحة اللي بعدها. واذا كانت زد نود بتساو سوف يبقى بنحصل على مكلورن سيريز. يبقى دي هي الباور سيريز. وزا ما قلت لكم كده هي تهتم بايجاد قيمة الدل اف و اف زد عند نقطة معينة. اه على صورة متسلسلة. على صورة متسلسلة. طيب يا شباب. اللي يهمنا في الموضوع دلوقتي يعني هذا المفكوك اللي هو في السلايد اللي فاتت دي. يا ترى بيبقى فالد لجميع قيم زد ولا اه في المجموعة في فترة معينة او في منطقة معينة لخيمة الزد. على اي الاحوال. هنشوف كمان شوية بوضوح تام هي فترة التقارب هنجيبها ازاي. فخلونا دلوقتي نشوف الكلام المكتوب هنا. بيقول والله هو طبعا السنتر بتاع المتسلسلة هي النقطة سيد نود. فاذا كانت المتسلسلة دي كمان او كمهة كومتر جند انتو عارفين اخدتوها بقى السنة الفاتت وفي اعداد انا اقولت لكم عن ايه. اذا كانت كومتر جند المتسلسلة دي عند النقطة كمان نسمى زد نود. يبقى المتسلسلة بتاعتنا هتبقى اه في المنطقة الزرع اللي قدامنا دي. اللي هي في دايرة او في ديسك. اه في ديسك او بنتسك يعني. لأنه منعط هنا open disk نصف القطر بتاعه هي المسافة ما بين زد نول وزد واحد لو نقلناها طيب إذا كانت هي divergent عند نقطة تانية اسمها زد اثنين هتبقى هي divergent في المنطقة اللي هي كمان فيها المسافة اللي هي في disk خارج الدسك يعني هتبقى divergent خارج الدسك اللي هو نصف قطره المسافة ما بين زد نول وزد اثنين اللي هي المنطقة اللي هي زرق اللي بره دي برده لو نقلنا الجزء ده بره هنا في السطورة التانية دي لو نقلنا الجزء اللي هو المتسلسلة تحليه بره هنا فهذا هو نصف القطر هو زد ما قلنا هو نصف قطر التقارب نصف قطر دائرة التقارب هنرمز لها بالرمز الحقيقة هتبقى هي المسافة نصف القطر ده هي المسافة ما بين سنتر لمتسلسلة واقرب سينجولار بايت بسنا مش رازي استخدم لسه اللفظ ده قلتونكو هنستخدم كمان شوية اقرب سينجولار بايت هنا الكلمة سينجولار بايت نشوفها في السطورة الجاية ان هي تبقى الدالة تفشل في ان تكون اناليتك عندها يعني كلمة سينجولار بايت اللي هي النقطة الشازة للدالة او النقطة المنفردة للدالة وهي النقطة التي يعني تكون عندها الدالة غير اناليتك نقطة اناليتك اقرب نقطة لان ممكن يكون فيه سينجولار بايت كتير فاقرب نقطة من السينجولار بايت من السينجولار بايت للزد وده تمثل عطول مسافة بينهم تمثل نصف قطر دائرات التقارن طيب اللي هي يا شباب يبقى الدلة F of Z او المتسلسلة بتاعت F of Z هتبقى متقربة لجميع القيم بتاعت Z التي تحقق ان المسافة هي بتساوي نصف القطر ده زي ما انت شايفين ده دي دائرة لكن هو الحقيقة المفروض انها تبقى convergent في الدسك نفسه فكلمة تساوي دي لأ هتبقى المفروض بعد كده هتبقى اصغر من بعد كده هنقول بقى ده هو بس عايز يجيب لك عايز يجيب لك لكن هي بعد كده هتبقى convergent فين convergent داخل ال open disk ده اللي هو هيبقى عبارة عن مكرياز Z ناقل اقل من ال R طيب يا شباب تعال نشوف حاجة تانية مكلورن سيرس هيشوفه دي الكلمة اللي انا قلتها من شوية هيشوفها يا جماعة ال disk اهو بتاعت ال disk بتاعة ال convergent زي اقل من ال R في ال open disk ده طيب ادي المتسلسلة مرة تانية هي اللي هي ال power series والan هي اللي هي اللي هي اللي هي المشتقات على مطروب ان وطبعا لو عوضنا عن المشتقة دي من الفورمة بتاعة الكوشي انتجرى الفورمة بتاعة المرة اللي فاتت فعلى طول نحصل على ان ال an بتساوي هذا الكلام اللي هي 1 على 2 باي اي فيه تكامل على الكلوس دي سيركل سي على اسف حالكولوس دي باس سي ال f of z star على z star زي نود والسين زي الواحد دي زي ستار زي ستار دي على فكرة تبقى f of s f of u اي رمز اي f of z يا شباب بس انه احنا ما كتبناش f of z وهنا z على اعتبر بس ان المتسلسلة نفسها فيها كلمة z فعشان نفرق بينهم فقط لكن انت تقدر تكتب دي اي f of u وهنا u والتكامل بالنسبة لي f of s وهكاس اي رمز انتوا عارفين في التكامل المحدود التكامل المتغير بتاع التكامل المتغير الانضام يلاقي مثلا طيب يا شباب السي ده بقى السي اي simple closed bus يحتوي النقطة زي النود تبقى زي النود دي داخله اللي هي بنفك حولها يبقى السي اي simple closed bus يا شباب زي النود طيب اللي يهمني في الموضوع سيبنا بقى من الكلام ده كله يعني ما يهمنيش ده قوي لكن اللي يهمني في الموضوع هو يا شباب تخليه بس عارف الاول يعني عشان نقدر نحدد الريد اسوء اللي هي كلمة اللي أنا قلتها من شوية يا شباب بنقول ان f of z او لها عند النقطة زي تساوي امتى يا شباب امتى اذا كانت النقطة اذا كانت الدلة اذا كانت الدلة ف of z نقط اناليتيك عند هذه النقطة نقط اناليتيك عند هذه النقطة يبقى او نقطة شازة او نقطة منفردة للدلة نصف قطر بقى دائرة التقارب تاني مرة تانية بنقولها ها ها هاي بقى ها ربقى ها ها وهي بقى fixed و planned بين زين ودل واسنتر المتسلسلة وأقرب سين جولار بوينت لهذه الدالة خلص يبا احنا انتهينا من الحكاية دي خلص اشترك طيب الكلمة اللي تهمني قوي يا جماعة هي ايه الكلمة اللي تهمني قوي هي ايه ده رجع تاني خلونا نبسط على يعني مثلا نشوف ده هي مثلا ده الابن ديسك مثلا اللي هو هتبقى السيريز اللي احنا هنجبها السيريز فيها كونفيرشن انتبه رجعا للكلمة دي فالحقيقة في كل زي ما نشايفين كده كل السيريز دي دايما يونيك لها يونيك ريبريزنتيشن السيريز اللي انت هتجبها لها يونيك ريبريزنتيشن مهما اختلفت الطرق مهما اختلفت طرق ايجاد المتسلسلة ده لها يونيك ريبريزنتيشن داخل داخل الدسك يعني داخل الدسك الواحد فيه سيريز واحدة الكلمة دي أهمياتها تكمن فين يا شباب أهمياتها تكمن في كلمة مهمة جدا يعني أنا دلوقتي زي ما انت شايفه وإيه لك دي هي المتسلسلة وآه دي هي الكووفيشنز إذا ما قلت لك في الجملة دي معناها أنك أنت كان لازم تروح تجيب الكووفيشنز عن طريق التكامل ده يعني نعيش حياتنا بشكل سيء جدا يعني تبقى حاجة مشكلة ومعضلة أن أنا أروح على التكامل أجيب مثلا الـ A0 ثم أروح أعوض بي في المتسلسلة أجيب إيه واحد وعوض بي في المفقوق أعوض أجيب إيه اثنين وعوض بي في المفقوق يعني تبقى حياتنا صعبة جدا لكن الجملة اللي بقولها طالما أن المتسلسلة طالما أن المتسلسلة لا هيونيك ربريزنتيشن في داخل هذا الدسك إذن أنا أقدر أجيبها بأي طريقة كانت أقدر أجيبها بأي يا شباب بأي طريقة كانت عشان كده اسمحوا لي لأنتم ربما ماخدتوش الكلام ده ربما أنتم ماخدتوش الكلام ده قبل كده فاسمعوني بقى لو سمحت كويس قوي واكتب عندك لأن الكلام ده مش مكتوب في السلايد من فضلك أبني في الميكروفون إيه في لي يا بنت الميكروفون لو سمحت بصوا يا شباب يبقى إحنا دلوقتي لأن الكلام اللي هقوله دلوقتي مش مكتوب في السلايد اللي هي طرق وضع المتسلسلات ووضع الدوال على صورة متسلسلات ليه بقول كده يا أولاد علشان ما نلجأش إلى القانون بتاع التكامل اللي أنا أجيب المعاملات بتاعت المتسلسلات من التكامل من فعش كده مش هنخلص المسألة أبدا إيه هي بقى الطرق ديت يا شباب هم أربع طرق لها خمسة لها اكتب بقى لو سمحت انت على مهلك أول طريقة هي بايدايرك تأبليكيشن أوف تيلور عندي مكلورين سيرس اللي انت خلتها في عدداتي اللي هو الطريقة التقليدية أنا عندي الدلة F of Z أجيب أنا مثلا خلينا أفك مثلا بمكلوري يعني أجيب F of 0 ثم أشتق الدلة F dash أجيب F dash عند الصفر أشتق الدلة مرة تانية أجيب F double dash of Z ثم أجيب F double dash of 0 ثم أرجع أعود في الصورة العامة بتاعة المتسلسلة اللي هي F of Z تساوي E node زائد E1 Z زائد E2 Z تربيع وهاكسا معا شباب هذه أول طريقة هي الطريقة اللي أنت عرفتها في إعداد ما تعلمتش حاجة تانية جبا هذه الطريقة تبقى بالنسبة لدولة تانية صعبة كده علشان كده فيه الطرق تانية يا شباب بنسلك نمرة اتنين طريقة تانية اكتب من فضلك by differentiation أنا بملك أنا من دماغي فعشان كده يعني أنا ما قد ده مش شيرش هدول الله ما قد ده مش ورقة فعشان كده لو فيه حاجة نبهني يعني نمرة اتنين by differentiation and integration of non-series بتفاضل وتكابل متسلسلة معلومة الكلام ده يصلح مع مين مع مثلا أخلي بقى لك معها مثلا ده اللي زي اللي قدامك دي f of z مثلا على سبيل المثال بتساوي واحد على واحد نقص z لو انت أجدت هتجب f of 0 مثلا هتطلع بواحد صح ده هو الإي نوت عايزة جيب الإي واحد هتشتقاه ده كسر انتم معا يا شباب ده كسر وممكن تبقى كسر سهل المرة دي لكن فيه كسر جسور تانية بتكالكع منك انتم معا يا جمعة تقوم تجيب المشتقى تانية بقى انت هتشتقى الكسر انتم معا يا شباب تروح تجيب انت بقى صعبة شوية عشان كده كنا بنعمل ايه نقول by differentiation زي ايه شباب مثلا الدلة مثلا اللي هي ln1 زي z او ln1 نقص z ln اللي اقصد بيها l captain اللي هي ال principal value هتجي تشتقل ln تديك واحد عالم زي اللي قدامي دي معا يا شباب تقوم تعمل ايه تقوم تعمل ايه تقوم تطلع واحد نقص z دي فوق يعني حتى عسب المثال اللي قدامي ده تخليها واحد نقص z والصناقص واحد وتفك بذات الحد ال binomial كده احنا جده جبنا بالنسبة للمسألة لين بقى يا ولد بالنسبة لين انا فاضلت مرة ادتني واحد على واحد زي z او واحد على واحد نقص z قمتم طلع واحد زي z دي خلتها والصناقص وهتيجي هتيجي ايه تعال كده اللين هي يا جماع يال وبعنان هارجع تاني للي هناك لين واحد زي z اللي كابتل زي ما نشاهد principal value فما اشتقها عشان اشتغل بالطريقة التقليدية بتاعنا هتدينا واحد على واحد زي z اجي اشتق مرتاني هتدي كسر اجي اشتق اي دي تبقى تتعبني عشان كده اعمل ايه اهم والله اشتقها مرة واحد اقول f وف زي بتساوي لين واحد زي z وبالتالي اجيب f وف صفر هش هتساوي لين واحد بصفر اشتقها هجيب f داش تدينا واحد على واحد زي z اقول هذا الكلام بيساوي واحد زي z بص ناقص واحد واقوم فاككها بزات الحدين تدينا كامل تدينا واحد ناقص z زائد z تربيع ناقص z تكعيب وهكذا تي هي مكلورنس هيريس بس الميل للف داش انا عايز للف زد للف وف زد اقوم كامل الحدود دي حد حد تكامل الواحد يديك z تكامل الناقص z تبدأ ناقص z تربيع على اثنين زائد z تكعيب على ثلاث شفتوا اولاد احنا جدنا المتسلسلة بنتهج السؤولة ازاي بس ده تكامل غير محدود يلزمه ثابت للتكامل في الآخر اجيب الثابت ده منين ما احنا جدنا f وف صفر بتساوي صفر اعود به هنا يطلع الثابت دي ساوي صفر وبالتالي هي دي المتسلسلة الشرط اللي انا كاتبه بقى هنا ده هو مين انتبه رجاء الشرط اللي انا كاتبه ده هنا هو اقولت لك على ايه في اعداد لان انت اشتغلت بذات الحدين قلنا شرط التقارب ان مقدار الحاجة لجنب الواحد لابد ان تكون اقل من الواحد تعال بقى ان تركح فدي تصل هذا بقى هذه الطريقة اللي هي رقم اثنين اللي هي شوف انا عملت ايه انا فضلت ثم كاملت by differentiation and integration of known series تصلح بقى مع ايه مع كل الدوال اللي تجي تفاضل هتدي واحد على واحد زائد او واحد على كذا زي التقم ايه نصوان يديك واحد على واحد زائد زائد تربع لو اشتقته تقوم طلع واحد زائد زائد تربعه وصناقص واحد تقوم فاكك وتقوم كامل حد حد وكب قمد الساب فيه منتهز سهولة لكن لو اشتغلت على القانون هتبهدلك معا شباب دي رقم اثنين خلي بس الاول قبل ما ما مش عايز اوديك بس الكلام عشان ما انساشي مثلا بيسال عندنا يا جماعة عايزين دي ايه فوفزيت بتسوي هذا الكلام اهو على طول انا اقوم عامل ايه يا جماعة ما عودش هاجبنا بالطريقة التقليدية لا على طول اقوم فاكك ده بذات الحدين كلنا عارفين الاشارة هنا سالبة والقس سالبة فكل الحدود تطلع ايه موجبة فيجبنا على طول احنا المتسلسلة ما نوجعش دماغنا بقى ما روحش اشتغل بالطريقة التقليدية ما انفعش وقلنا فنا ما فكنا بذات الحدين فكان ده هو شرط التقار اللي منكم ما كانش مصدقون وافروض انك انت اخدت التقار والتباعد في سنة اولى لكن اذا كنت ماخدتش على اي الاحوال اهم مثلا احنا بنقول ان هذا الكلام يعني الطرف الايسر يسوي الطرف الايمن لجميع قيم زد اللي فيها الموضلة زد اقل من الواحد يعني الكلام ده ان لو كانت زد اكبر من الواحد الكلام ده غلط طيب ما تعالى اجرب كده خد مثلا الزد باثنين الطرف الايسر يسوي كم يسوي ناقص واحد واحد على واحد ناقص اثنين يبقى من ناقص واحد بينما شوفوه الطرف الايسر بناقص واحد بينما الطرف الايمن كله حدوده موجبة فده ما بيسويش ده ليه لان الزد واخده قيمة برا برا منطقة التقار معايا شباب ادي يا جماعة بس كل ما يسري على الباور سيريز في الريال انالسيز يسري عليه في الكمبلسانالس بمعنى ان نفس المفقوق هنا كات واحد ناقص اكس احنا شلنا بس ال اكس وكتبنا زد الاي اوس زد كات هي اي اوس اكس كان باكس والس اني عنا مضروب اني من صفر المالة نهاية هي برضو بس عوضنا ال اكس بزد كل ما تعلمه في المفقوق كانت الكوسين حدود الزوجية وتتزبزب الاشارة والصين هي الحدود الفردية وتتزبزب الاشارة هي كلها هي هي بس احنا شلنا ال اكس وكتبنا مكانها زد الشاين والكوشاين نفس الكلام معايا شباب الن واحد زاد اكس برضو عوضنا عن الزد عن ال اكس بزد كل ما تعلمه في المفقوق كل دي امثلة بقى زيادة انت عشان بتسقليك انت عشان تتعلمها فقط انتم معايا شباب اهو شوفوا التن ماينسوان اللي قلتها من شوية يا جماعة ها التن ماينسوان او يعني هو لسه ما جابهاش هي فين التن ماينسوان واحد على واحد زاد زد تربيع يقوم على طول عامل لها ها يقوم عامل لها يا جماعة بخليها واحد زاد زد تربيع وصناقص واحد مايشتغلش بقى بالطريقة التقليلية بس يجيب الاول افة وفي صفر بيتساوي صفر ليه لانها من تم ماينسوان صفر بصفر وبعدين يبتدي يفاضل وبعدين يكامل حد حد ويجيب السابت من الشرف ده فالحكاية دي سهل طيب نمرة ثلاثة جماعة نمرة ثلاثة في الطرق الإكسبانشن ليه احنا في طرق الإكسبانشن نمرة ثلاثة في طرق الإكسبانشن عبارة عن ايه يعني دي بس امثلة كل هذا ما احنا شايفين كده زي اللي فاتت ما احنا نكلم فيها كثير نمرة ثلاثة بعمليات جابرية بحت زي يا شباب عندك دالة زي تساوي مثلا 6Z أو دالة مركبة يعني إيه أوز زي مثلا مضربة في الكسين أو الصين أو كاثرية دالة كاثرية دي دواء المعقدة F of Z تساوي 6Z تجد فاطلة هتجد أشتقها هتقدر تجد خلاص F of 0 ماشي تجد أشتقها تديك سيكتان تجد جب المشتقة التانية تبقى أربع حدود كل حد عبارة عن دالة إيه مضربون في بعض ما تصلحش لا الطريقة الأولانية اللي هي دايرك قبل تجد أن تصلحه ولا بتاع الـ وانتجريشان تصلحه هنا نعمل إيه شباب هنا نعمل إيه نجي فناخدين الدالة أيا كان بقى الدالة اللي بدها لك الدالة المعقدة كاثرية سيك دا اللي تن مضربون في بعض كذا كذا كل دا إنهم عاملين إيه نقول ونفرض إن الكلام دا إن السيك دي F of Z تساوي 6Z تساوي حطها على صورة مكلورين سيريس إيه نوت زائد إيه 1Z زائد إيه 2Z تربيع زائد إيه 3Z تكايب زائد نوعات وانت ماشي الكلام دا بالمناسبة اللي أنا ببايع وقت فيه دا ووقتكم كان مفروض تكوني تعلمتوا قبل كده إما في عدالي أو في سنة أول فمعالش بس مش هنقعد ننده بحظنا فحطناها على صورة مكلورين طيب إيه حكاية عمليات جابرية بحتدي بقى والله إذا كانت الدلة كثيرية إضرب الطرفين في الوسطين وقارن المعاملات إذا كانت بالشكل دا إحنا عارفين كلنا إن السيك عكس القسين السيك عكس القسين إحنا حفظين المتسلسلة بتاعت القسين وفرضين السيك نقنظر بين الاتنين في بعضهم ومسوينهم بواحد نقنظر بينهم في بعضهم سيك في القسين نحفظين المتسلسلة بتاعها والسيك إحنا فرضنا المتسلسلة بتاعها نضرب الاتنين ونزوع ونقارن المعاملات في الطرفين في كل مقارنة تطلع لك معامل على طول آدي الطريقة الثالثة يا شباب الطريقة الرابعة نمرة الرابعة بيفورميشن 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 بيفورمي بدك وين عمال معادلة تفاضلي إزاي يا شباب عندنا دلة زي سين باينس وان زيت إف وزيت تساوي سين باينس وان زيت أو إي قس زيت مضروبة في السين أو في القسين أنت خدت الأمثلة دي في إعداتي بس من غير ما أنت تاخد بالك إيه الهدف منها أنا عارف من كده بصوا يا شباب مثلا إف وزيت تساوي سين باينس وان زيت أجيب خلص أجيب إف وزيت تساوي صفر تساوي تشوف شوف هتطلع كم أموه سين باينس وان ست رب صفر أشتككككككككككككككة من الجذر. ممكن تطلع واحد نقل زيت تربيع في الويضة بلداشر. زائد مش عارف ممكن تبقى فيه واحد نقل زيت ولا زيت معرفش الحقيقة تطلع شكلها ايه مضربة في الويضاش زائد. مش عارف زائد واحد ولا حاجة تطلع بتساوي صفر. معادلة تفاضلية ده اللي بتاعتنا بتحققها. او مواخد المشتاق قانونية اللي هي نظرية ليبنز. جبت المشتاق قانونية لها للمعادلة تبقتها عليها. اتقوم جايب المشتاق قانونية عند الصفر. او عند النقطة اللي هتتفك حولها هتفاقنا عن مشكلين عند الصفر. جبت المشتاق قانونية تعرف بقى تجيب المشتاق الأولى والمشتاقة التالية والمشتاقة التالة اللي هي القيهات. و طم عوض في المتسلسلة فوق تطلع الحل. اهد الأربع طرق لما يمكن أبدا هذا ادي دى اللي ما تصلحش مع الطريل. الاول هي تصلح معها التانية تصلح معها التالت تصلح معها الربع. ما في سكة تانية أولاد تعرفوا جيبوا بيها الطرق إلا دي. عشان كده أنا أصدت. ليه بقى؟ لعشان ما نلجأش إلى القانون اللي احنا خدناه اللي هو بتاعة التكامل. أنا بل مش هطلبك إنك إنت تستخدم تستخدم هذا القانون أبداً في المتزلسلات. أي طريقة تصلح اشتغل بيها على طول. طيب يا شباب. دي كلها أمثلة زي ما انتم شايفين يا جماعة. يعني مثلا اللين واحد زائد زيد على واحد نقل زيد. اللي في أول فوق دي. اللي فوق دي. اللي دي. عبار عن لين واحد زائد زيد نائز. لين واحد نائز زيد. وتقوم آآ اف داش. وتقوم اطلحهم لاتنين فوق. هما العياء. وتقوم فاكك بذات الحد. دي. نقوم كامل. طيب يا جماعة. تصيبنا من دا يا شباب. ما تبصش على دي. ما تبصش على دي. لكن خليني بس أبصلك على دي. لأن اللي هدف فيه نفسي. بصوا على المثال الأخير اللي هو رقم تمانية دا يا شباب. عايز تيلور سيروس حاول زيد تساوي واحد. حاول زيد تساوي واحد. مبدئياً. احنا نقدر نحول كل النقاط إلى مكلورين. يعني مثلاً حول زيد تساوي واحد. أحط زيد نائز واحد تساوي صفر. أسف تساوي يو. أحط زيد نائز واحد. ها تساوي يو. إما زيد تساوي واحد. يبقى اليو تساوي صفر. وأم حول دول كلهم بدلالة اليو. وفك حول اليو تساوي صفر. كلنا بنفك بكفاءة حول السفر. أحط زيد نائز واحد تساوي يو. وأم حول الدلة بتاعتي إلى اليو. أو أي متغير تاني يعني. وفك حول الصفر. نحن بنفك حول الصفر بكفاءة كلنا. لكن على أي الأحوال؟. إحنا هنا هنبيقول لك فك كتير حول الواحد. الدلة ديت هنفكها بما لها كسور جزئية شباب. نحولها إلى القوسين دول. إلى القوسين دول. أدى قوس وأدى قوس. الدلة اللي هي الكسرية اللي وراء بزات الحدين بأسب الكسور الجزئية هتتحول للقوسين دول. هو بيقول لك فك حول الواحد. يبقى لازم نوجد زيد نائز واحد يا جماعة هنا. ولازم نوجد زيد نائز واحد هنا. فدي الفكرة الأولينية في المثال. أنا عندي فكرتين في المثال ده فعايزة أقول لك يعني. ما نفك حول الواحد يبقى لازم نوجد هنا زيد نائز واحد وهنا زيد نائز واحد. أهم أطرح واحد وزود واحد. وحافظ على زيد نائز واحد مع بعضها. ومن زود واحد على الاتنين تبقى تلاتة. بالنسبة للتاني النائز ثلاثة دي أقدر أخلىها مقس واحد نائز اتنين. واحتفظ برضو بزيد نائز واحد زباب بعضو والاتنين زباب هي الوحدة. دلوقتي أنا عايز أنت قدامك كن اتنين. مثلاً هنبقى هناخد القوس ده. همه أن احنا ناخد الرقم الثابت مشترك أو كده من الاتنين. أو أخذ زيد نائز واحد نفسها مشترك. زي ما قلناكه وقا في عدده. كل قوس نقدر نفكه مرتين. كل قوس من الاتنين نقدر نفكه مرتين. مرة بأخذ السابت ومرة بأخذ زيد نائز واحد. مرة بأخذ الثابت ومرة بأخذ زيد نائز واحد. فيدينا كأنه عندي أربع مفكوكات مع بعضهم على أي الأحوال هو أخذ هنا في المسألة بتاعته أخذ الرقم السابق من هنا مشترك وأخذ الرقم السابق بتاعه مشترك من هنا كمهما هو عايز يجيب متسلسلة القوة يعني عايزها بدلالة عشان بس هو فارض عليك الحقيقة هنا مش عايزك تحط زيدنا إس واحد في المقام وقال بدلالة قوة زيدنا إس واحد ده أحد الأسئلة اللي كنا بنسألها في عدد قلنا طالما بدلالة القوة يبقى يقصد قوة زيدنا إس واحد التصاعدية وبالتالي لازم زيدنا إس واحد تبقى في البسط وبالتالي ملي زامن علينا إن احنا ناخد إيه الرقم السابق مشترك فما يقود الرقم السابق مشترك هيتبقى له زيدنا إس واحد على ثلاثة لكل أسئلة يبدل يفك بقى على طول بالمفكوك اللي احنا حفظينه اللي هو واحد زيد إكس أسئلة ويبدل أهو يا جمعا يدينا هو ده المفكوك بتاعه وهكذا بالنسبة لده هياخد الاتنين مشترك في البقى زيدنا إس واحد على اتنين لكل أسئلة ويفك المفكوك اللي احنا حفظينه بذات الحدين عشان كده هو حاطط علامة ذات الحدين طيب يا شباب اللي يهمني في الموضوع بقى الفكرة التانية هي إيه فكرة التانية في الموضوع إيه المتسلسلة دي الأولانية دي هتبقى كونفيرجنت لجميع قيم أو في الدسك اللي هو مكلاس الزيد ناعس واحد أقل من ثلاثة والتانية المتسلسلة التانية دي هتبقى كونفيرجنت في الدسك اللي هو مكلاس الزيد ناعس واحد أقل من اتنين أو يا جمع واحدة أقل من ثلاثة والتانية أقل من اتنين المتسلسلة النهائية اللي هي بتاعت الـ F و Z اللي احنا عايزينها بقى تبقى كونفيرجنت في منطقة التقاطع ما بين المنطقتين يعني أنا عندي هنا مكلاس الزيد ناعس واحد أقل من ثلاثة دي داية إيه خلينا نقول لو بتساوي هتبقى دايرة نصف خطرها ثلاثة متسلطرة حول الواحد ودي دايرة نصف خطرها اثنين متسلطرة حول الواحد منطقة التقاطع طبعا واضح أن دي داخل الدايرة دي فمنطقة التقاطع هتبقى هي دي وبالتالي يبقى تدال لـ F و Z او المتسلسلة اللي احنا جبناها على الوضع دا هتبقى كونفيرجنت لجميع في الـ Open Disk اللي هو متياس الزيد ناقص واحد أقل من الثانين يعني لو فيه وقت متسلسلة اثنين ثلاثة أجيب كل واحدة منطقة التقارب بتاعهم فين ثم أاخد الـ Intersection ما بين الثلاث مناطق اللي عندنا هيطلع المنطقة بتاعت التقارب بتاعت الـ F و Z النهاية طيب يا شكوة تعالوا نشوف الوران سيرس تعالوا نشوف الوران سيرس هادي خلصتها هذه المتسلسلة الثانية شباب ليها الوران سيرس وهي صورة الأعام بقى دي الصورة الأعام لـ Power Series معها شباب دي الصورة الأعام الوران سيرس بقى لو كان عند الدالة F و Z analytic فيه دومين معين بيحتوي على two concentric circles ها C واحد و C اي وما تنسوش لو سمحتم أنا فقلتك كلمة ده المرة الفاتح مش عايزين نكررنا كتير اللي الله الله حضر الله وسلم نقولنا المسهرات دايماً oriented البوصد في سنسة عندنا يا شباب ما لم ينص على ذلك على عكس ذلك يا في المسألة البوصد في سنسة دايماً هو اتجاه كاونتر كله كويس دايريكشن عكس عقارق الساعة مش عايزة مش عايزة كوتنسو دي لو سمحته فأنا دلوقتي عندي الدالة بيقول لو كانت الدالة F و Z اناليتك في دومين معين يحتوي الديريتين دول ممكن تفتح اه وبالتالي والديريتين دول concentric يعني واحدة داخل التانية الحقيقة معنى هذا الكلام ان انت ممكن تفتح مرجع تاني تلاقي الصيغة دي مختلفة ازاي تقولك والله ازا كانت F of Z اناليتك عالى في المنطقة اللي ما بينت لما هم concentric يبقى واحدة داخل التانية ممكن تلاقي بارجع تاني يقولك F of Z is analytic on and between the two circles يعني في الانولاس ريجون ما بين the two circles وعلى الدائرة النفسية ازا كانت الدالة اناليتك عليهم وفي المنطقة اللي بينهم لكن هو هنا طبعا يقول ان هي اناليتك في دومين هو رحم نفسه وكلم كلام عامه جميل جدا طالما هي اناليتك في الدومين والدائرة الندول داخل الدومين خلاصه وضمن ان هي اناليتك على الدائرتين وعلى المنطقة اللي بينه فايه اللي يحصل نقدر والنقطة زد نود دي هي السنتر بتوع الدائرتين دول النقطة زد نود اللي حيفك حولها هي السنتر بتوع الدائرتين معا يا شباب يبقى ساعتها نقدر نحط الراجل اللي اسمه لورانت سيريس ده الراجل اللي اسمه لورانت ده قدر يحط المتسلسلة الـ Z ده اللي F of Z على صورة المتسلسلة دي دي هي الصورة العامة يا شباب اي خلي بالك ان الجزء الاولاني ده هو هو تيلور الجزء الاناليتك بينما الجزء التالي ده يا شباب زي ما انتوا شايفين فيه نيجا تباور ليه لان الزيد في المقام فيه زيد نا الزيد نود في المقام ففيه نيجا تباور هنا لكن دي بوسط الباور معا شباب اهو لو فكتها تدي الجزء الاناليتك اهو الجزء اللي هو نيجا تباور ده بنسميه البرينسبال بارت هذه هي جهة تكتب كمان شوي ده البرينسيبال بارت في اللورانت سيرس وده الاناليتيك بارت في اللورانت سيرس معها شباب كويس يبقى كأن اللورانت سيرس بيعمل يا شباب بيفك بيفك الدلة في داخل ما بين دائرتين هوريت الرسمة بس الأول بس افتكروا الرقم ده افتكروا الرقم اللي هو البي واحد ده شباب ما تنسوهش أبدا أهم رقم في دول هو الرقم اللي هو البي واحد ده اللي هو على القوس والس واحد يعني اللي هو على أول نيجا تباور اللي هو على القوس والس واحد افتكروا لو سمحنا فتعلوا كده عبارت الرسمة دي شوفوا شوفوا الان والبان بشكل تكامل يعني حاجة سخيفة جدا لكن هنقول نفس الجملة هنا برضه هنا شوفوا شهنا الدايرة الشرط بتاعنا كانت الـ F أو Z تبقى أناليتك على الدايرتين دول اللي هما الزرق وفي المنطقة الزرق اللي بينك لا يشترط أن تكون أناليتك داخل الـ C 2D لا يشترط لا يشترط رغم من الزرق داخل الـ C 2D داخل هنا تاع جوه الدايرة البيضة لا تشترط أن تكون الدايرة أناليتك هنا طيب يا شباب الـ C شايفين الـ C اللي احنا هنكامل عليه هنا ده واخد أهو واخد عكس عقارب الساعة وفي المنطقة الأنولاس ما بين الدايرتين يعني أي من كامل تجيب الآيات هنا والبيهات على أي بس الـ C ده simple close to bus C ده في الـ Anulus Region ما بين الـ Two Circles طيب ده بس عشان الوصفة بس هتبقى شايف احنا بنعمل ايه الكلام اللي كان مكتوب هناك في السلايد اللي فاتت تعالوا كده نشوف أنا طبعا مش هنعمل كده ما تنسوش بصوا كده رأي لو ركزوا يا جماعة احنا ممكن نجمع الـ الـ 2 دول فيه سامبيشن واحد نقدر نقول ان المتسلسلة بتاعت الـ هتجي حالا في السلايد اللي بعد اللي جاي دي F-OPSين هتساوي تكامل من ناقص ملا نهاية إلى ملا نهاية لهذا الكلام بس خلاص يخلص الموضوع وتبقى الـ E-N هي الـ BN انتم معا شباب ويبقى أنا هتبقى مهتم ساعتها بمين بالـ E-N واحد اه يعني هي نفس الـ هي نفسها من ناقص ملا نهاية ملا نهاية لهذا الكلام وتبقى الـ E-N هي نفس التكامل اللي حضرتكو عارفينه اللي هو بتاعتيله اللي هناك بس تبقى الـ N من صفر وزايد أونيس واحد زايد أونيس اثنين وهكذا نرجع نقول نفس الكم لمرة تانية داخل الأنولاس ريجون الوحدة اللورانت سيريس إز يونيك اللورانت سيريس إز يونيك وحدة لكن في الأنولاي في الأنولاي المختلفة أنولاي دي جمع الأنولاس الأنولاي المختلفة يوجد لورانت سيريس مختلفة لكن اللي يهمني في الموضوع أن داخل الأنولاس ريجون الوحدة اللورانت سيريس إز يونيك مهما اختلفت الطرق وبالتالي بقى شوف سمح لك أنك بتستخدم مين؟ بتستخدمش القانون الجملة البسيطة دي سمحت لنا أو مكنتنا من إحنا ما نستخدمش القانون يا شباب لا على طول نروح نجيب بأي طريقة مثلا عايزة جيب مثال مثلا زت تربيع اي او س واحد على زت هنفك حول الصفر لو مكلورن يعني كلنا عارفين اي او س زت اللي هي سيجما زت او س إننا أنا مضروب أن أبدل زت بواحد على زت فتدينا دي أضرب المتسلسلة في زت تربيع تدينا المتسلسلة دي معا يا شباب ما تنسوش من الإي او س زت دي كانت كومفرجنت لجميع قيام زت بس هنا بقى طبعا واحد على زت هنستسنى منها مين بقى يا أولاد الصفر هنستسنى من منها الصفر فهي كومفرجنت لجميع القيام بس تبقى مين بقى أكبر المخياس الزت أكبر من الصفر عشان الصفر في المقام تخلي بالكم شوف طلعت على نفس الصورة بتاعة الورنت فيه جزء بوزيتف شايفينه نيجاتيب بوزيتف باورس وفيه جزء نيجاتيب باورس معا يا سنة فدي هي الورنتي سيريز من غير منروح للقانون ولا أي حاجة نقدر ناخد أمثلة كتيرة مثلا زت والصمع اس خمسة فيه ساين زت حول الصفر برضو زي ما قلتلك يفضل أنا بالنسبة لي أنا فيديتي معاك إن أنا أدي لك الفكرة الصحة افرض إنه أقل لك حول المقطة تانية زت تساوي باي يا سيدي حط الزت ناقص باي دي بتساوي يو وعوض هنا عن الزت ناقص باي عوض هنا طلع الكلام ده بدلالت اليو وحل حول صفر أحسن لك لأن أنت حافظ المفكوك بتاع الصين عند الصفر وفكك الكسير وحافظ اللين وحافظ احنا حافظين الدوال كلها حول الصفر فهيفيدك أو لو أنت حولت حول الصفر طيب يا شباب المهم الصين هي الدوال الفردية حضرها بحفظت وصلنا اس خمسة هي مكتوبة فوق دي هي الفردية آآ كاتب ما تنسوش إنها كانت اتنين إن زايد واحد القيام الفردية إما ضربناها في زيت قصة ناقص خمسة هي بقى زايد واحد ناقص خمسة تدين زايد ناقص أربعة قادي المتسلسلة يا شباب أهم طلع بهذا الشكل في برضو جزء نيجا تب باور وجزء بوسط تب باور وبرضو الصين الصين كلنا عارفين الصين والكوسين واللغة بس إذا استثنينا منها الجزء والبرانش كات والبرانش بوينت اللي هي نقطة العصر والشاين والكوسين والإكسي بونينش والبولينوميا كلهم بس طالما ضربنا بقى في حكا فنزلة الزيت في المقام فبنستثني السفر يبقى لجميع القيام أكبر من هين أكبر من السفر طيب يا شباب أمثلة كثيرة الحقيقة شايفين نعم برضو هيبتدي ياخد هنا بس المثال ده كويس خلينا ناخد المثال الأعام منه ده لغلق في نفسي خلينا نشوف مع بعضنا عشان نفهمك لأن المثال ده مثال عام اللي مكتوب ده ده هو المثال العام يا شباب عايز يجيب برضو حول الصفر عايز يجيب بس هنا بكاتب يا جماعة كل كل المتسلسلات الممكنة لهذه الدلة حول نقطة فلسطين حكاية بقى كل المتسلسلات الممكنة دي تعال نشوف مع بعض هو هنستخدم زي ما عملنا في المثال اللي فات هنستخدم آآ الكسر الجسئية فهنحول الكسر الدلة إلا كسرين من فضلك دخل النواقص دي ده جوه فتدينا واحد على واحد نقز زائد واحد على اثنين نقز زائد ماشا شباب كل قسم من فضلك احنا عندنا كم سينجولار بوينت عندنا نقطتين سينجولار عند الواحد وسينجولار بوينت عند الاثنين تعال بقى هنا كده في الرسمة التحت دي كده اللي احنا بنفك حول الصفر فتعال على الصفر خد دائرة صغيرة كبرها شوية انت ما تعمل هاش صغيرة او كده كبرها صغيرة شوية مش مشكلة عشان نشوفها كلنا حول الصفر ناخد دائرة حول الصفر عند السينجولار بوينت اللي هي الواحد ناخد دائرة تانية المثال مثال عامي أولاد لكل المسائل. عند السنجولار التالي ناخد واحدة تانية معاي شباب ، الكلام جو حولي الجيل لات لتلت مناطق. منطقة جواة هنا في الـ الصف living foodBER el- show . اللي هي الدايرة اللي جوها اللي هي ما بين الصفر وال الواحد. هي نصر قطرها. ما بين الصفر وال واحد ، وعندنا دايرة تانية جوها الانوليست دي . وعندنا دايرة تالتة اللي هي البر. اللي برا سي Een billions اللي برا سي واحد. معاي شباب تلت مناطق. وبالتالي أنت عندك ثلاث متسلسلات عندك ثلاث متسلسلات متسلسلة تبقى في الدايرة اللي جوا متسلسلة تبقى ما بين الاثنين متسلسلة تبقى كونفرشنت بر افرد كان عندك متسلسل نقطة سنجولار بوينت ثالثة ناخد دايرة حولها يبقى عندي أربعة سيلس وصلها يا شباب ها كده تمام هنعمل ايه بقى؟ عايزة جيب المتسلسلات في المناطق كلها اجي على المتسلسلة الأولى يقول هي واحد على واحد ماقل Black Z ومرة بناخد السابق مشترك ويبقى الزيت ساعتها أقل من الواحد يبقى المتسلسلة تبقى أقل من الواحد ومرة هناخد الزيت مشترك فكادينا وتطلع المفكوكة وقسم سهل احنا عفضينه كلنا فحاول تصلح لمقدار الزيت أكبر من الواحد تمام؟ التاني نفس الكلام ناخد اللي اتنين مشترك لينها تبقى واحد على اتنين مع الزيت فناخد اللي اتنين مشترك فكادينا واحد على واحد ناقص زيد على اثنين فلو عملناها بالشكل ده تدينا متسلسلة تصلح لمقياس الزيد أقل من اثنين الجانب الآخر هو كاتب هاين عملها هاين هي على فكرة خد الاثنين مشترك ما سبيل أولانية معرفش ليه خد الاثنين مشترك في التانية فيدينا واحد على واحد ناقص زيد على اثنين هذا ده يصلح لفين لمقياس الزيد أقل من اثنين المفقوق محفوظ يا شباب هو كلنا عارفين اللي هو بزاة الحدين على طول ومرة ياخد الزيت مشترك فتدينه اثنين على الزيت وبالتالي هذه المتسلسلة تصلح لمكياس الزيت أكبر من البناء كويس بقى عندنا أربع اختيارات فوق بالنسبة للقوس الأولاني مكياس الزيت أقل من واحد ومكياس الزيت أكبر من الواحد وهنا فيه اختيارين كمان هم يبقوا فيه أربعة أنا بقى عايز أجيب هنا فين يا أولاد عايز أجيب متسلسلة تصلح هنا لازم أخد حاجة من القوس الأولاني وحاجة من القوس الثاني لازم فأعمل إيه عشان أخد منطقة التقارب بتاع التقاطع بتاع الاثنين اللي كنت أتكلم عليه أنا عايز ده هي دي أقل من الواحد وأقل من الاثنين يبقى أنا هاخد من القوس الأولاني الأقل من وأخد من القوس الثاني الأقل من برضو لأن دي المنطقة دي تحبق الاثنين وبالتالي خلاص أخد المتسلسلة أقل مني يبقى أنا عايز أززيد في البسط بالنسبة لدي هي موجودة يا شباب المفكور بتاعها Z-S-N بس هو موجودة واحد في Z-S-N وموضحهاش أوه هنا أولا بس هو كتبها لك أقول لك أخذ الأولانية كمان هتبقى اللي هي فيها Z أقل من الواحد فيبقى ليأخذ من الأولانية اللي هي المتسلسلة اللي هي سجمة من أن بتساوي 0 بالمال نهاية لZ-S-N اللي هي تصلح لزد مكلاسة Z أقل من واحد ويأخذ من التانية اللي تصلح اللي هي مكلاسة Z أقل من اتنين اللي هي دي هي يا شباب ويقوم جامع المتسلسلة اللي تتنا على بعضهم يطلع المتسلسلة وهو عايزة هو تبقى مؤكد فلد في منطقة التقاطر طيب أنا عايز دي أعتقد كلكم بتانيتم جاوبوا بقى يبقى يأخذ من الملقص الأولاني الأكبر من الواحد اللي هي الاختيار التاني ويأخذ من الملقص التاني الأقل من اتنين برضو اللي هي دي ليه؟ لأن دي أكبر من الواحد فتيبقى هي المنطقة اللي بره وأقل من اتنين تبقى المنطقة اللي جوا يبقى هو فعلاً تصلح للاتنين ويأخذ المتسلسلة اللي من دي ومن دي طب عايزة تجيب اللي بره يبقى الأكبر من الواحد والأكبر من اتنين التقاطر هو اللي بينهم فقادي يا شباب لحبيث أو الرهالة كواس والحل برضو موجود هنا أو جايب واحدة تصلح في الأمن والأصريش ونهاية واحدة تصلح في المنطقة اللي بره اللي هي بالكاسزة اكبر من اتنين لو بسيتها تلاقي الكلام ده كلام كواسق والكلمتين دول هما اللي انا قلتهم شفاهة ان داخل الانولايات الوحدة والانولايات المختلفة والانولايات المختلفة هنا بيرجع تاني يعرف والكلام دي لو عايز اجيب الزيروت بتاع اي دلة عندي اف وفزت مسلا اسوي الاف وفزت مسلا فتطلع الزيروت بتاعها ده يعني بتحل ده بتجيب زيروت بتاع معادلة عادية ولا سين زيت بتجيب زيروت تقود الزيروت السين زيت سوا بالصفر مع شباب فخليني نشوف بس الكلمة ده هيجب استفادة تاني عايز اعرف اللي يهمني دلوقتي عايز اعرف حاجة اسمها يا جماعة ايزوليتد سينجولار بوينتز يعني ايه نقطة شازة او منفردة مع منعزلة او معزولة يعني يا شباب عزم عصرا عين دي سينجولار بوينت اللي ادالة هي زيت بتساوي زيت نوت اللي ادالة يعني النقطة دي ادالة مش ااناليتك عندها تبقى سينجولار بوينت متى تكون هذه النقطة منعزلة يا شباب باختصار شريط جدا لو خدت اي نباروت حولها اي نباروت حولها دايرة صغيرة حولها لقيت ان ادالة ااناليتك في كل هذا الجوار فتبقى كأن هي نقطة الشازة الوحيدة في هذا الجوار تبقى نقطة معزولة تمعا يا شباب تبقى نقطة ايه يبقى امتى تبقى بنقول عليها انها ايزوليتد سينجولار بوينت اذا خدنا لو كانت دي سينجولار بوينت اللي ادالة خدنا حولها نباروت لقينا ان النباروت دا مفيش فيه ولا سينجولار بوينت تانية يعني ادالة ااناليتك في كل الجوار بقت هي كأنها معزولة لوحدة معا شباب ادي كلمة ايزوليتد سينجولار دي مثال الدالة اللي نزد هل السفر دي نقطة معزولة يا شباب سينجولار بوينت معزولة لا لا ليه لان احنا عندنا برانش كارت موجود اللي هو النص الايصر من الريال الريال اكسس ده كله سينجولارتس بما فيها نقطة في الاصل نفسها اهم هي نقطة في الاصل اللي انتكلم عليها خد اي دايرة كده حولها نقطة في الاصل مهما صغرت هياخد جزء من الريال لاين اللي هو في الشمال ده في اليسار ده فيه سينجولارتس فدي نقطة ليست معزولة مثلا على سبيل المساء مثلا عندنا هو التانزد السينجولارتس بتاع هذه الدلة زائد او نعز بي على اثنين زائد او نعز ثلاثة بي على اثنين لكن في المنطقة ما بين دي و دي الدلة اناليتك فاي جوار تاخدوا حول هذه النقطة المسافة ما بين دي و دي لسه بعيدة هتبقى الدلة اناليتك حول النقطة وبالتاني تبقى دي نقطة ايزوليتد كل النقاط دي ايزوليتد لكن بص على الدلة دي كده تان واحد على زد تبدي بالك كل ما زيت تكبر تلاقيه أن القلين ما تقوم بصغر يروح ويتكوهم ويميل فاق عند نقطة الأصل تلاقي النقاط كتير جدا word singularity كتير جدا عند نقطة الأصل كل ما تكبر الزيت لأن النقاط كل ф само الفعلن singularity كتيره حول نقطة الأصل وبالتالي نقطة الأصل لا تواسل isolated singularity إلي كان واحد بـ شاباب طيب نقدر كمان نقدر نعرف النوع El isolated singularity أو نعرف نقدر نعرف هي isolated singularities منين يا جماعة لو كان عندك لورانت سيريس للدلا f of z حولها دي يعني دي سكة تانية تعريف تاني للسينجولارات مش تعريف تاني التعريف واحد لكن نقدر نحددها كمان لو انت عندك لورانت سيريس للدلا f of z حول زد نود وما انتش عارف انك انت تحددها كويس هاتي لورانت سيريس للدلا حولها اللي هي دي بصري اسمعني كويس إذا الجزء النيجاتيب ده مش موجود تبقى انتبه isolated singularities خلينا بس أقولها لك من الأول كده ثلاث أنواع يا شباب عشان ندخل مباشرة على الشغل بتاعنا isolated singularities عندنا ثلاث أنواع من isolated singularities ثلاث أنواع هيجو هيجو قدامك هنا بس في واحدة منهم مش مكتوبة في السلايد نمرة واحد removeable singular points عايز تكتب وراي اكتب يبقى isolated singularities عندنا ثلاث أنواع النوع الأول اسمه removeable singular point يعني نقطة منفردة قابلة للإزالة نمرة اثنين البول تبقى singular point نمرة ثلاثة نمرة ثلاثة مكتوبة تحت خلصة والبول مكتوب هيبقى مكتوب هنا حالا هنشوفه حالا هو أكيد مكتوب هنا قدامي هنشوفه حالا يعني البول مكتوبين هنا لكن الريموفابول مش مقاهي البول هو يا شباب مكتوب هنا مكتوب هنا فيبقى احنا عندنا يبقى في عندنا ريموفابول singularity نمرة واحد نمرة اثنين بول قب نمرة ثلاثة essential singularity يعني نقطة منفردة لازمة أو ضرورية معا شباب طيب هنعرفهم ازاي بقى من اللورانت سيريس ايه خلاص انا عندي الدلة F of Z وعندي singular point تعرفها ايه يا زد نود لهذه الدلة ماشي اناليتيك عندها اقوم جايب F of Z حول هذه زد نود اللورانت سيريس اذا الجزء النجاتيب ده مش موجود يا شباب بقاش للجزء الاناليتيك تبقى ريموفابول سينجولاريتي طيب كويس خلاص عرفنا ريموفابول سينجولاريتي يعني مفيش لانها بقى تدال الجزء الاناليتيك بس اللي موجود فتبقى هي اسمها ريموفابول سينجولاريتي نمر اثنين اذا كان مثلا الجزء النجاتيب ده انتو شفتو حالا ما اخدنا مثال تقريبا كانت Z التربع في وصوحة على Z ومش عايف خدنا سين Z كلام من أسل قبيل يعني اذا كان الجزء النجاتيب ده مش رايح لمالا نهاية يعني ايه يا شباب يعني مثلا كان عندي مثلا ثابت موجود على Z ناقص Z نوت زائد ثابت تاني موجود على Z ناقص Z نوت تربيع ثابت ثالث على تكئيب اوص اربعة ورح وقف بصفة انا عم اوص ام يعني ورح وقف وبقيت بعد كده المتسلسلة رح تطلع فوق في الموجة يعني بقت كل الحدود اللي تيجي بعد كده موجبة يعني الحدود السالبة وقفت عند حد معين اللي يكون M بنقول هذه النقطة زد نوت تمثل بول بتمثل بول قبل هذه الدلة والM دي هي مكتوبة هي يا شباب بتمثل بنقول عليه تيه الوردر بتاع البول يبقى بنقول على الدلة النقطة زد نوت is a ball of order M is a ball of order order M معها شباب طيب لو كان بقى لو كانت واحد بيبقى نترك بواحد بيبقى ساعتها بنسميها simple ball simple ball الكلام ده مفيد جدا 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 لكم في system زي يا شباب جدا فانتبهوا رجاء ونحن هنوصل معاكم لحد ما نوصف لكم لحكاية system زي نعرف نوقع ball with zero with zero with negative histogram شغل حلو جاي لسه هتتبسطوا منه طيب يا شباب اللي إله اللهم فإذا كان الام بواحد بنقول عليها simple ball إذا كانت الام باثنين بنقول عليها double ball بعد كده ball of order ثلاثة وفوردر اربعة وهكذا طيب يا شباب بس تركزوا لو سمحتوا على البي واحد دي خلاص طيب ماذا لو كانت بقى لو كانت بقى negative power رايحة للمالة نهاية يعني ما بتقفش يعني فيه جزء بسيط في البوز باور أو ما فيش خالص والباقي كله طالع على احنا عرفنا isolate singular point يعني ايه وانواحهم المختلفة عرفنا طيب يا شباب يعني لو عايز اشوف امثلة مثلا مثلا الفقفزيت بتسوي هذا الكلام طبعا احنا شايفين طبعا دول يتجمعوا على بعضهم ما يقرقش الفردة دي ما يقرقش الفردة دي لان دي يتجمعوا لان نفس زيد نقص اثنين وزيد نقص اثنين فيبقى لو بصرين يبقى كأن الدل بعد ما نجمع هتبقى هو المقام بتاعها هو ده فالدل عندنا يبقى عندنا لها زيد بتسوي صفر وهو simple وده زيد نقص اثنين وقص خمسة يبقى ده بولوف أردر خمسة على طول ما تدورش لو فكت مهما فكت هتطلع بولوف أردر خمسة على طول طيب بالنسبة لدي ايه قص واحد على زيد شايفين النجا تبقى ورس كلنا حفظنا فلقد نكتب النجا تبقى ورس رايحة ما لا نهاية تبقى الزيد بتسوي صفر مثلا صاين واحد على زيد شايفينها بنبدل الزيد بواحد على زيد في مفكوك الصين اللي احنا عارفينه كلها زي ما انتم شايفين كلها رايحة ما لا نهاية تبقى عند الصفر وهكذا انتم معا شباب سبنا من حكاية التصرف حول البول والكلام الفاضي ده ده دلوقتي مش شايفيننا كتير دلوقتي ويعني كأن السلايد دي دلوقتي معلاش كما بي ما فيها بي كارت سيرا ما تشاري تلزمني عن الوقتي الزيروز زي ما اتفقنا تعالى كده نشوف الزيروز بتاعة الدلة الزيروز بتاعة الاماليتك فونكشن عايز اجيب الزيروز اتفقنا ان احنا ناخد الاف واف زيد بتسويب الصفر فاذا كانت فالزيد مود دي عايز اشوف بقى درجة الردبة بتاعة الزيرو ده الاردر احنا عارفنا الاردر بتاعة المول خلاص لكن عايزنا عارف الاردر بتاعة الزيرو بتاعة الدلة احنا خلاص جبنا الزيروز عن طريق ان احنا سوينا ده بصفر فالزيد نود هتبقى بتمثل زيرو للدلة لو كان ف‌OFF اله بتسوي صفر طب عايز الردبة بتاعة زيرو ده بتاعة الدلة هجيبها ازاي يا شباب هجيب ازاي الوردر بتاع الزيرو ده اذا كانت اضافة الى المشتقات بقى الى ن ناقص واحد بتنعدم هي كمان عند هذه النقطة يعني مش بس قمة الدلة بس لبتنعدم وانما ايضا المشتقات بتاعت الدلة الى اف اف ان ناقص واحد الى الردبة ان ناقص واحد بينعدمه عند هذه النقطة ساعتها بنقول ان الدلة للنقطة زين نوت دي زيرو اف اردر اف اردر ان اف اردر ان اف اردر ان معاي شباب ومكتوب في اهو اف اردر ان يبقى زيرو اف اردر ان يختطي ان قمت الدلة ومشتقاتها الى الردبة ان ناقص واحد تنعدم عند هذه النقطة كويس برضو نرجع نقول تاني اذا كانت الدلة بس لبتنعدم هتبقى سمبل بول لو الدلة والمشتقة الاولى بتنعدم يبقى بتاعتها ضبل بول واسمبل زيرو وضبل زيرو وبعد كده زيرو في اردر كذا انتم معا شباب طيب كويس لا اله الا الله رسول الله وسلم طيب عايز اشوف عايز ادرس تصرف الدلة عند المالة نهاية عايز ادرس تصرف الدلة عند المالة نهاية اعمل ايه شباب الحكاية سهلة كلمة مالة نهاية يعني يعني الكلامنا احنا بناده لزا ما انشى فين حول الصفر يعني حتى ما كنت بقولك فيه نقطة لو بتفك حولها نقطة يا سيدي اخد زي نقص النقطة ليسويها ببيو واشتغل حولها شباب حول الصفر أسف لكن هنا بقى هنا بالحكاية بسيطة لان احنا زي ما قلنا عندنا كفاءة في الشغلة حول فور سمول زت او حول او نير الصفر او اراوند الصفر فاذا كنا عايزين شوف البيهيفير بتاع الدلة الف وف زت حول فور لارج موديل الزت يا سيدي بدل بدل الزت بتساوي واحد على دابليو فاذا كانت الزت كبيرة اوي يبقى الدابليو صغيرة اوي اذا كانت الدابليو صغيرة فالزت تبقى كبيرة فالحكاية سهلة جدا عشان كده بعمل ايه اذا كان عايز يدرس تصرف الدلة في المالة نهاية يعني لما موديل الزت تبقى كبيرة شيل الزت وكتبها كانها واحد على دابليو اكون دالة لتكون اسمها جي اوف دابليو وادرس تصرف الدالة عند مين عند الدابليو بتساوي سفر فاذا كانت تبديت جي اوف دابليو دي اناليتك عندما دابليو بتساوي سفر تبقى الدلة f of z أناليتك عند المالة نهاية وإذا كانت g of w singular عند السفر تبقى f of z singular عند المالة نهاية كلمة singular يعني لا singular points لا singular points عند المالة نهاية كلمة singular function يعني الدلة f of z singular يعني إذا كان لها singularity عند هذه النقطة عند المالة نهاية فهم؟ يبقى g of 0 بتساوي limit g of w لما الw بتروح للسفر لو كانت limit g of exist ده لو أنت عايز تعرف limit بتاع ايه حول السفر عند السفر طيب يا شباب خلاص احنا قلنا هذا الكلام بقى ونفس الكلام هو عايز يشوف الورتر بتاع zero في المالة نهاية يشوفه برضو فوق هنا طيب بس عشان نخلص من الموضوع ده عشان نخلص من الموضوع هنا بديك مثالة هوت يا شباب لو عايز تبصى عليه residio residio integration انتو معايا ولا الحكاية طولت عليكم انا بتكلم بسرعة انا عارف ان بتكلم بسرعة انا واسك من كده بس عارف الوقت دايق بس انا وفت مع زميلكم برابته حاسبات هنا فمش عارف بس كان الوقت الوقت كان كان لعب وعشرة بالزبط هنا ما شاء الله الوقت بتاعكم مستبارك اول هانا نكمل اكفى يا دكتور النبي عشان البشبهندسة تلحق بس اتلم اه متدايبا اعيدت لي بالبشبهندسة دي مش كلا بردو شون سامي هي معانا ولا مش معانا مش فعارف ممكن تكون حاضرة معانا وممكن لا طيب الا الا لا 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 الله الله عليه وسلم يعني انتو مؤمنة طب في اي سؤال طيب طبعا ما بتسألهش اي سؤال يا ولاد ايوه الدكتور رسولان اوه مرحبا في اخر جزئية ليه في علاقة بين حول الصفر وحول المانا ايوه حول الصفر لا انت فهمتني غلط انا ما قلتش كده ارجع تاني انا بقول لو عايز ادرس تصرف الدالة تصرف الدالة ف اف ز لما لما زد تكبر قوي اللي هي المالة نهاجة مش ده اللي انا قلته اعمل ايه ما عرفش اشتغل على لما زد تبقى كبير قوي لكن اقدر اشتغل لما زد تبقى صغير قوي طب يفرض ان كان مطلوب مني عايز اعرف التصرف لما زد تبقى كبير قوي كلمة كبيرة قوي يعني الزد رايح المالة نهاجة اعمل ايه عشان اعرف اشتغل اقول والله انا عند الدالة دالة في الزد اجي شايل الزد وحط بدالها واحد على دبر فلما الزد تبقى كبيرة قوي الزد بنت اكيد الطب ليو بنت اكيد هتبقى صغيرة والعكس بالعكس يعني لو عايز ادرس تصرف الدالة اف اف زد لما زد تكبر قوي 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 اشهل يا سيد الزد وعوض عنها بمقلوب متغير اخر دي امر بديل يعني ما تبقى زد بنساوي واحد على دابلو اذا كان دابلو صغيرة از زد كبيرة يبقى انا لم احد عن الصواب يعني يعني انا مع الحل الصحيح يعني اذا كانت زد كبيرة مؤكد دابلو صغيرة انا هواثق انك اند اواخد بالك من دي فهحول الدالة الى دالة في متغير اخر اسمه دابلو سمتها ج اوف دابلو فاذا كنت عايز اعرف تصرف الدالة اف اوف زد لما زدت بقى رايحة المالة نهاية هو نفس التصرف بتاع الدالة ان الدالة هي الدالة بس انا غيرتها المتغير تاني ادر هو نفس تصرف الدالة ج اوف دابلو لما الدابلو تروح للصفر مية في المية انت موافقين على كده لان الازد عجس الدابلو انت مش عارف انت متبعها ولا ايدي سؤالك ولا انا مش فاهم سؤالك مش عارف فدي مرتبطة بدي يعني لو انت عايز تدرس الدالة دي عند الصفر تدرس دي عند المناهي بس احنا مش ما بنعملش كده لان احنا بنحب نشتغل عند الصفر لكن هو فعلا كده لو انت عايز تدرس دي عند المناهي ادرس دالة دي عند الصفر ليه؟ لان علاقة الدابلو بالزد زد بتساويها كلما كبرت زد صعرت الدابلو وكلما كبرت الدابلو صعرت الزد مش عارف ده سؤالك امش مهندس ولا أنا مش فاهم سؤالك إذا كنت مش فاهم سؤالك اسألني تاني مش محن تسماعي ده كان سؤالك يا ابني ولا أنا مش فاهم سؤالك ما فيش علاقة بالاتنين كل ما في الأمر احنا بس أنا معرفش أشتغل لما زد تكبر أنا بعرف أشتغل بجفاءة لما زد تبقى صغيرة حول الصفر مثلا طيب إذا طلب مني وكان معروف مني وده ضروري في الشغل بتاعكم إن كنتوا عايزين التصرف في المالة نهاية لإن في بعض لاوقات أدمية في قدد في المالة نهاية أو في زيره في المالة نهاية طبعا إنتوا عندكم أخذتوا الأخطاب في السيستمز يا جماعة ولا لسه إنتوا أخذتوا النيكوست دي يا جرام أكيد وأخذتوا الرأي ستيبل والحاجات دي مش كدا بردو ولا لا الجامعة بتوع긴 صلاة بلسهة المتي WORK أخذتوا أولاد ولا لسه جامعت بصلاة معنا لا لسه بتوع من صلاة لا أخدوش لسه الكلام ده هيخدوه هتاخدوه وممديكم مسألة أوعى تروح تحلل إما أقول لك حل بالنكوست دياجرام أو الوال برنسبال فأرجوم انت لها ديك الكلام ده لأن احنا مهمتي أننا تنتهي في الآخر خالص أننا أخذ الكلام ده أوقع لحد همسا البعض لحد ما أوقع الزيروس والبولز داخل النيكوست دياجرام ونشوف سيستيم ستيبل ولا انستيبل ولا استولاتوري هنشوف هذا الكلام بمشيئة الله تعالى مشيئة الله تعالى إذا ربنا أدنا الصحة والعمر وربنا بارك فيكم منتم فحنشوف الكلام ده إذا عجبتلك مسألة وعملتها كده أوعى تروح تشتغل بالرهوس دياجرام قديك سطر فورا هتاخدها أنت هتاخد رهوس دياجرام اللي هو أسهل طبعا لكن نازل تتعلم ده ده فيه لسا عملتها قبل كده فاكريني مش عارفة بس مش مشكلة ديسه إن أنا خير الجهرام المهم لا إله 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 رحفت أصدق أي سؤال يا أولاد أي سؤال يا شباب إن شكلكوا عايتون تضيعهم الوقت وأنا مش هاديكم خلاص ما تقلقش فمش عايز تسأل قولي مش هسأل لكن لو لك سؤال أنا تحت أمر كامل أي سؤال يا شباب أي سؤال يا سادة طيب نشوفكم بخير إن شاء الله